بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم في يحكى أن كل أسبوع في هذا الموعد وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتعرض في أغلب فترات الحلقة أكيد ممكن حضراتكم من خلالها ترجعوا لأي جزء من محتوى حلقاتنا السابقة والحلقات السابقة كلها موجودة سواء كاملة أو مقسمة ممكن حضراتكم إذا أي موضوع معين عايزين تعرفوا عنه بتكتبوا اسم هذا الموضوع بتدخلوا على حساب القناة الأولى أو يحكى أنه سواء كده أو كده يعني وتكتبوا اسم الموضوع يحكى أنه دكتور محمد رفعت وتكتبوا اسم الموضوع إن شاء الله هيطلع لكم حاجة يعني مفيدة أو حاجة ليه علاقة بهذا الأمر إذا ما كانش مطلعش حاجة ليه علاقة يعني بسؤالك أو بالموضوع اللي عايزين تعرفوا عنه فدي بتكون مناسبة كويسة لنا كلنا أنكم تبعثوا لنا وتنبهونا أن احنا نتكلم في هذا الموضوع وعلى فكرة احنا بنعمل كده دايما يعني بناخد ملاحظات حضراتكم ومن خلالها بنعد الحلقات أو بشتغل على محتوى الحلقات اللي بتقدم يعني حضراتكم مشاركين أساسيين في المادة أو في العنوين الرئيسية اللي حضراتكم بتتبعوها ممكن أكيد برضو حضراتكم تبعثوا لنا الأسئلة اللي أنتم عايزينها على أي موضوع بقى أنتم عايزينه وبنخصص حلقات للإجابة على أسئلة حضراتكم النهاردة هنتكلم إن شاء الله في أكثر من موضوع والموضوعات اللي أتكلم فيها النهاردة ليه علاقة بقى بحاجات برضو تكلمتوا فيها حضراتكم عانا وطلبتوها مننا وطلبتوا أن احنا نتكلم منها هنخش في الموضوع على طول أول موضوع هنتكلم عنه هو الصفرة أو الصفرة الطبيعية أو الصفرة الفيسيولوجية مبدئيا كده لما تسمعوا كلمة فيسيولوجية أو يقولك ده تغير فيسيولوجي أو الصفرة الفيسيولوجية كلمة فيسيولوجية يعني حاجة طبعية خلاص يعني نتعلم هذه القاعدة الصفرة دي من الموضوعات اللي بتقلق مش أقولوكه كتير جدا من الأمات والأباء لا بتقلق كل الأمات والأباء الحقيقة في حالة حدوثها مع إن إحصائيا مع إنه إحصائيا ما يقارب من 65% من الموليد الجدد بيجي لهم الصفرة الطبعية الصفرة الطبعية 65% انتم متخيلين من كل 100 مولود 65 مولود ممكن يجي لهم الصفرة دي معلومة إحصائية يعني على الفكرة في مصر ودول العالم كلها خلاص أهم معلومة عايز حضراتكم تعرفوها عن الصفرة الطبعية يعني أهم معلومة لو حضراتكم إن شاء الله إن شاء الله تطلعوا بمعلومات كتيرة جدا من الحلقة لكن المعلومة دي إذا طلعتوا بقى بس بيها يعني بالمعلومة دي يعني هيبقى ضميري مسترهاي أهم معلومة هي إيه أنه مهما بلغت درجة الإصابة بالصفرة الطبيعية فبمجرد اختفاءها فإنها لا تترك أي أثر سلبي على الطفل يعني الصفرة ما لهاش مضاعفات الصفرة ما لهاش عواقب الصفرة ليس لها أي علاقة بدرجة زكاء الطفل مثلا بعدك وزي ما قلنا هي مش بتظهر مش بتظهر عند كل الأطفال بتظهر عند عدد كبير من الأطفال إحصائيا زي ما قلتلكم آخر إحصائيات وصلنا لنسبة 65% طيب الصفرة الطبيعية بقى الغير مقلقة دي تفسيرها إيه أو إيه سببها كنت قلتلكم أنا في حلقة سابقة أنا هتكلم عن الصفرة وإيه تفسيرها أو إيه سببها لما كنا بنتكلم عن جزء من دم الأم يروح للدم الطفل أثناء عملية إجراء عملية التهارة لأطفال الزكور فقلنا أن بيكون دم الأم فيها عوامل تجالط وقلنا ساعتها أفكر حضراتكو يعني أنه بمناسبة هذه المعلومة هبقى أكلمكم بعد كده عن حاجة ليه علاقة بقى بالصفرة الجنين بياخد كل احتياجاته من الأم أكسوجين وغزا وكل حاجة خلاص فخلايا كرات الدم الحامرة عند الطفل يعني اللي هو الطفل لغاية ما هو يكون الخلايا بتاعته بياخد الدم من ممته كمان صح؟ عشان كده دايما أطباء النساء والولادة الشطار الجدعان دايما يحذروا الأمهات الحوامل من إيه يقول لهم اوعوا خلوا بالكم الأنيميا ليه خلوا بالكم الأنيميا يقول لك أنا مفيش نزيف يا دكتور ولا حاجة يقول لها لا الموضوع ملوش علاقة بالنزيف لو علاقة أن فيه جنين بياخد كل حاجة منك بياخد الدم وبياخد الحديد وبياخد الكالسيوم وبياخد الغذى وبياخد الأكسوجي بياخد كل حاجة فأنتي لازم تبقي جاهزة وجسمك ده في حالة ممتازة عشان لما الجنين ياخد احتياجاته تفضلي أنت في نفس الحالة الممتازة إن شاء الله أنتو الاثنين طيب كرات الدم الحامرة اللي عند الطفل لما الطفل بقى بيتولد عدد كرات الدم الحامرة اللي هي منشأها من الأم ما هي عدد كرات الدم الحامرة دي بتبقى بالملايين في كل مليمتر مكعب تمام من الدم العدد ده بيبقى كبير كتير على الطفل الطفل مش محتاجه الطفل ساعة مكان بس في مرحلة أنه جنين فهو مش محتاج هذا العدد خلاص يوم الآلية الطبيعية للجسم تعمل إيه تكسر الخلاة الزيادة دي خلاة الدم الحامرة الزيادة ده أنا بقول لكم يعني التفسير المبسط خلاص كده عشان بس حضراتكم تبقوا فاهمين الصفرة بتحصل إيه خلاص خلاة دم حامرة زيادة في العدد منشأها منين جاية من الأم ده كان الطفل محتاجه هو جنين آه وبعد كده الجنين هو اللي هيكون الخلاة بتاعته من خلال البمر أو النخاء الشوكي بقى بتاعه هو خلاص كده لكن في المرحلة دي كان بياخد كل حاجة إيه من ممتو ففيه جزء من دم الأم ده مختلط بالإيه بدم المولود فدم الأم في عدد خلايا كرات دم حامرة أكبر من اللي يستوعبه أو اللي المفروض يكون عليه عند المولود اللي السه صغير هل ربنا صحونا تعالى بقى يترك الأمر لا فيه آليات عظيمة للحماية وآليات معقدة جدا تقوم الخلاة دي من نفسها كده يحصل لها عملية تكسير الجسم مش محتاجة تمام طيب نتيجة هذا التكسير إيه اللي بيحصل بتظهر المادة الصفرة في الدم ها خلاص هي دي صفرة لا المفروض إن كبد الطفل الكبد عند الطفل يتعامل مع هذه المادة النتيجة التكسير الدم ده اللي هو المادة اسمها البليروبين اللي هي الصفرة يعني تمام الكبد عنده بقى عند الطفل المولود ده يتعامل مع المادة دي اللي طلعت نتاج أو جراء عملية تكسير خلايا كرات الدم الحمراء الزائدة خلوا بالكم اللي منشأها من دم الأم عند بعض الأطفال أو بمعنى دق أطفال كتير قولنا بتوصل لـ 65% بتكون المادة الصفرة دي كبيرة قوي فتفوق قدرة كبد الطفل على التخلص منه يعني الكبد عند الطفل بيحاول يتخلص منها بيحاول 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 بس في جزء منها هرب الجزء بقى اللي بيهرب منها ده يعني يهرب إلى الدم خلاص ما بقاش تحت سيطرة الكبد يوم يظهر اللون الأصفر في جلد الطفل وفي بياض العين هو ده يعني أبسط وأكثر التفسيرات سلاسة اللي بتفسر حدوث أو ميكانيزم حدوث الصفرة الفيسيولوجية أو الصفرة الطبيعية الصفرة الفيسيولوجية أو الطبيعية دي عشان تبقى اسمها كده لها شروط مش أي صفرة ما هو في صفرة تانية لقدر الله مرضية هقول لكم سيرتها هجيب لكم سيرتها دلوقتي لكن الصفرة الطبيعية اللي هي زي ما بنقول الكومن اللي هي الشائعة بتحصل إمتى أول ده شرط أو هو الشرط اللحية تحدث من اليوم التاني أو التالت أو الرابع بعد الولادة تحصل إمتى تاني في اليوم التاني أو التالت أو الرابع من بعد الولادة يعني الطفل ما يتولدش بيها أبدا الطفل ما يتولدش بيها أبدا لو الطفل تولد بيها روحنا في سكة تانية خالص يبقى الصفرة الطبيعية أو الصفرة الفيسيولوجية تظهر من اليوم التاني أو الثالث أو الرابع من بعد الولادة وتختفي في حدود أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى تمام؟ طيب بخلاف أن الجلد يبقى مسفر وبيض العين مسفر فيه أعراض تانية للصفرة؟ آه فيه أعراض تانية بخلاف اسفرار الجلد واسفرار بيض العين بيكون فيه ضعف في حركة المولود وبيكون فيه ضعف في عملية الرضاعة وبيكون صوت البكاء بتاع المولود أوقات بيكون عالي وأغلب الأوقات منخفض قوي ما عندوش قدرة قوي على بزل المجهود أحيانا ممكن يحصل ترجيع أحيانا تانية ودي أحوال ندرة يعني بيحصل ارتفاع في درجة الحرار بيحصل كمان بروز في الأماكن الطرية اللي في الرأس اللي هي الفتحات فاكرين اتكلمنا عنها برضو في مواصفات المولود القياسي في حلقة سابقة بيحصل بروز تلاقوا أبا كده عن الطبيعي خلاص دي بقية الأعراض بتاعة الصفر طيب التعامل معاها إزاي على فكرة الحالة دي بتحصل الناس كتير قوي وأنا النهاردة يعني أشهد الله سبحانه وتعالى إن أنا كل همي وهدفي إن الناس تتطمن سواء اللي بيمروا بهذه المرحلة أو في هذه الحالة في الوقت الآن في الوقت الحالي يعني بيشوفونا كده ويكون ابنهم أو ابنتهم الموليد الجدد عندهم صفرة أو يكونوا على وش ولادة زي ما بيقولوا أو كان عندهم صفرة واتفقنا وخايفين يقولوا يا تارى بقى هتترك أثر أو بتاعة قلنا أهم معلومة أنه بمجرد اختفاءها لا تترك أي أثر سلبية أو مضاعفات على الطفل تمام؟ طيب التعامل بقى مع الصفرة بيكون إزاي؟ التعامل مع الصفرة بيختلف حسب اختلاف درجتها ما درجتها دي زي أم هتشوفوا دلوقتي ما بالتحاليل مع ملي فالتعامل معاها بيختلف حسب اختلاف الدرجة من أول أن العلاج بيكون فقط هو المتابعة المتابعة بس كده العلاج في أحوال معينة نتائج معينة في التحاليل تلاقوا الجهة الطبية المستشفى أو الطبيب الخاص بالطفل يقول لك تعملوا التحليل ده كل يوم فيعملوا التحليل يقول لك تمام تمام إيه يا دكتور؟ خلاص؟ هنعمله بكرة أيوة فين العلاج؟ هو ده العلاج هو ده العلاج؟ آه العلاج ده المتابعة ده عند كل الأطفال؟ لا لما يبقى فيه نسب معينة والنسب دي أنا مش قادر أقولها ليه؟ لأنها بتختلف من طفل لطفل حسب حالة الطفل العامة وحسب حاجة تانية إنه التحليل النهارده مثلا النهارده السابت فالتحليل كان كده فيوم الحد النسبة زي ما هي ولا قلت؟ وقلت بنسبة قد إيه؟ ها؟ ولا زادت لقدر الله فهمين قصدي؟ يبقى التحليل هنا التحليل على فكرة وتحليل البليروبين مادة البليروبين اللي هي الصفرة وتحليل ده بيبقى حاجتين حاجة اسمها دايريكت وتوتل دايريكت وتوتل كل المعامل عارفينها كل المعامل عارفين التحليل ده وحفظين وشطار فيه وكل حاجة ما تقلوش التحليل ده بيتعامل زي ما قلنا لقياس النسبة وبيان مدى درجة انخفاضها طيب ممكن في أحوال تانية تلاقوا الطبيب أو الجهة الطبية اللي متولية متابعة الطفل تقول لكم لأ إحنا هنستخدم حاجة اسمها الفوتوثرابي أو العلاج الضوئي والعلاج الضوئي ده فيه مستشفى واخدين ابنك وحطينه في البتاعه في اللي هو في الحضانة وعملين عليه والله اللومت دي موجودة ده موجودة في القهوة اللي تحت البيئة ده موجودة عندنا في الشقة مش هي مش هي والله ده موضوع تاني خالص خلاص فالإضاءة دي ده علاج العلاج ده هو اللي بيساهم في إن الصفرة تنزل أو النسبة تنزل طيب فيه درجات تانية من العلاج طبعا فيه درجات تانية ممكن نحتاج لقدر الله إلى نقل الدم عند بعض الأطفال النسب بتكون عليها قوي فبنحتاج نقل دم للمولود مرة تانية مع كل الاحتمالات اللي أنا قلتها دي الصفرة الطبيعية اللي هي إيه الفيسيولوجية غير خطيرة ولا تؤدي إلى أي عواقب سلبية ولا تؤثر على زكاء الطفل ده فيه ناس والله العظيم أنا كان بيجي لي أسئلة أبو سلاي أم تقولي أنا ابني ومسمعش كلام أم بيرضاش ياكل وما بيرضاش يزاكر وفي آخر سؤال تقولي إيه هو كان جاله الصفرة وهو مولود هو ده منها فقول لها لا والله العظيم مش منها ولا حد يعني أنتوا ليه 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 دايما كده بتتهم الصفرة بحاجات ده موضوع خلاص خلص خلاص عارفين حاجة شبه إيه كده شبه لما الطفل لما يتولد لقدر الله لقدر الله يعني ويحتاج يدخل حضان خلاص بمجرد خروجه من الحضانة هو طفل تقامن تماما وطبيعي تماما ما ينفعش نقول بقى إيه لا ده هو جاله برد يبقى ده عشان دخل حضانة ده هو بعد سنتين ثلاثة ده ما بيسمعش كلام ده عشان يدخل حضانة دي كانت حالة طرقة تم التعامل الطبي معا الصفرة حالة أصيب بيها الطفل مش الطفل بقى ده 65% من الأطفال بمجرد اختفاءها بعد أسبوع إلى أسبوعين الأمور تعود إلى طبيعتها تماما طيب إيه بقى الصفرة الخطيرة مو لازم تعرفوها برضو دي اللي هكلمكم عنها بس هنطلع لفاصل ونرجع خليكم معنا يحكى أنه مازال متواصل خليكم متواصلين معنا أهلا وسهلا بحضراتكو في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة بدأنا الحديث في الجزء الأول من يحكى أنه في حلقة النهاردة عن الصفرة الطبيعية أو الصفرة الفيسيولوجية وكان هدفنا وما زال تطمين كل الأمهات والأباء والعائلات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقهم وبينعم عليهم بمولود أو مولودة جديدة وتصاب هذه المولودة أو المولود بالصفرة فبنقول لكم أن الصفرة الطبيعية دي غير خطيرة ومهما بلغت درجة الإصابة بيها لكن ليها طرق للتعامل معاها سواء كانت الطرق دي هي المتابعة فقط أو استخدام العلاج الضوئي اللي أكدنا أنه يختلف عن إضاءة المنازل ومرورا بيه لأنه ممكن يحصل تدخل أكثر دقة يعني وهو متمثل فيه عمليات نقل الدم للأطفال ولكن النسبة دي بتبقى ليلة قوي الأطفال اللي بيحتاجوا نقل الدم تمام طيب وختمت كلامي مع حضراتكم في جوز الأول عن الصفرة بقى الخطيرة إيه بقى الصفرة الخطيرة ما هو لازم نعرفها بردو قلنا الصفرة فاكرين قلنا الصفرة الطبيعية اللي بتظهر في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع الصفرة اللي هي خلينا ما فيش صفرة حلوة بس قصدي إيه الصفرة الطيبة الفيسيولوجيكال اللي هي الصفرة الطبيعية عشان كاسمها الطبيعية طيب الصفرة الطبيعية بقى هي الصفرة أو الصفرة المرضية اللي هي إيه الباثولوجية كلمة باثولوجي يعني حاجة مرض على طول الصفرة الباثولوجية أو الصفرة المرضية دي بتظهر مع الولادة يعني الطفل يتولد بيها أو إنها يصب بها الطفل خلال أول 24 ساعة فاكرين بقى قلت لكم التوقيت مهمة أوي ليه اللي هي الطيبة بتظهر في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع من الولادة إنما الصفرة المرضية الوحشة تظهر أول يوم أو إن الطفل يتولد بيها والأسباب متعددة والحقيقة إن كلها أسباب خطيرة يعني يعني هي اللي تؤدي للحالة دي زي إيه؟ زي انسداد القناة المرارية للكبد زي بعض أمراض الكبد زي بعض أمراض الدم زي للتهابات البكتيرية الشديدة والتهابات البكتيرية هنا تحديداً كمان لتهابات البكتيرية اللي بتوصل للدم زي التجمعات الدموية في راس المولود بعد الولادات المتعثرة فاكرين في الحلقة اللي تكلمتكم فيها عن العملية الطهارة بتاعة الأطفال الزكور والمواصفات القياسية الجسمانية وأكدت على إنه الولادة لازم تتم في أماكن طبية مجهزة وكان المقصود بكلامي قلت بشكل واضح وصريح لا يحتمل أي لبس أنا بتكلم هنا عن المستشفيات ليه؟ لأن فيه ناس ممكن تقولك ما هو العيادة مكان طبي ألا؟ بس العيادة مش مكان ولادة المستوصف لو مفهوش مكان ولادة وغرفة عملياتي بقى مش مكان آمن فاهمين قصدي؟ فاكرين؟ من أسباب الإصابة الصفرة الباثولوجية الولادة في غير أماكن أو في أماكن غير طبية مجهزة تعثر عملية الولادة طول عملية الولادة الطفل حصل فيه تغير مفاجئ في وضعه أو إنه كان الدكتور عمل حسابات معينة والحسابات دي طلعت خاطئة فحصل صعوبة في عملية الولادة فدي قد تؤدي إلى التهابات كبيرة جدا وتؤدي إلى الإصابة بالصفرة الباثولوجية ودي حالة زي ما قلت لكم خطيرة تمام؟ من ضمن الأسباب المراضية برضو المهمة أوي وجود اختلاف في فصائل الدم ما بين الأب والأم يعني الأب والأم يكون فصيلة الدم بتاعتهم مش واحدة طب وده حاجة يعني مو كتير أوي كده آه بس لسه ليها شرط تاني مع وجود عامل أو معامل الأر إتش السالب عند الأم يعني إن الأب والأم أو الزوج والزوجة فصيلة الدمهم مش واحدة مش مفهاش حاجة يعني لكن إمتى يبقى فيه مشكلة أو يبقى فيه خطورة لو الأم بقى الأر إتش بتاعها كان سالب الله طب والخطورة بقى بتبقى على المولود على طول الأولاني لا ده إذا كان المولود ده هو المولود التاني أو التالت أو الرابع يعني الأولاني بيعدي بأمان الله طبعا هنا لازم الطبيب المتابع للحمل بيوصي بحقنة الأر إتش يعني لما بيلاقي الحالة كده الأم بتاخد حقنة اسمها حقنة الأر إتش كل الطباء طبعا عارفينها وحضراتكم اللي مر بالتجربة دي هيكون عارفها بعد إيه بعد ما بيعرف المعلومات الخاصة بالأم والأب ما هو لازم يعرف فصيل الدم ويازم يعرف كل حال في باقي الأحوال أو في باقي الأسباب الخاصة بالصفرة الباثولوجية لابد من التدخل الطبي العاجل العاجل للتعامل مع السبب لأنه قلنا الأسباب خطيرة سواء كان التدخل ده جراحي أو تدخل دوائي مرة تانية أحب أقول لحضراتكم أن هناك فارق شاسع جدا ما بين الصفرة الطبيعية والصفرة الباثولوجية الصفرة الباثولوجية دي حاجة وحشة حاجة مرضية يعني تعكس حالة مرضية خطيرة تمام؟ لابد من التدخل الطبي الفوري والتدخل غالبا بيكون جراحي إذا لم يكن يعني دوائي وجراحي في نفس الوقت أما الصفرة الطبيعية الفيسيولوجية فهي بتصيب أطفال كتير جدا جدا وقلنا إيه سببها وقلنا أن هي بتظهر في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع بعد الولادة وقلنا كمان أنها لا تترك أي أثر سلبي على المولود بعد كده سواء في وقتها المباشر أو بعد كده تمام؟ ده كان كلامنا عن الصفرة هكلم حضراتكم بعد الوقت بمناسبة أننا جبنا سيرة الصفرة وجبنا سيرة إصفرار لون الجلد وإصفرار بياض العين فأنا الحقيقة فكرت أننا عايز حضراتكم تعرفوا حاجة برضو أو معلومات مهمة عن الدلالات المرضية لتغير لون الجلد يعني لما لون الجلد ما يبقاش هو اللون الطبيعي بتاعنا هل ده ممكن يعكس دلالات مرضية؟ الإجابة أه؟ الإجابة أه؟ وأنا هنا ما أتكلمش عن تغير لون الجلد اللي هو مثلا أن حد يبقى لون معين وبعدين مثلا سافر في مكان اتعرض لشمس كتير فإسمر شوية أو لا 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 أنا أتكلم على حاجة تانية هتعرفوها دلوقت إن في تغيرات كده في حالة الجلد ومبدئيا يعني في حالة لون الجلد كمان لون الجلد وطبيعته دي ممكن تكون انعكاس لحالات مرضية كبيرة جدا جدا عشان كده بنقول إيه دايما في الطب بنقول إن فيه حاجات كده يعني زي ما إيه زي ما نقول إن الجلد ده زي المراية مش إحنا لما بنقف قدام المراية بنشوف نفسنا خلاص لو المراية دي لقدر الله يعني مش صفية من غبشة ووحشة مش هتعرف وتشوفوا نفسكوا بشكل جيد بتشوفوا آه بس يعني ما بتكونش الصورة ريئة صح ولا غلط مش دايما كده بيبقى فيه وقت ما من حياتنا بيبقى عندنا مرايات كده احنا تمام الجلد سبحان الله الجلد زي المراية تخيلوا بقى إنه 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 لما نبص على الجلد كده فهنا ممكن نفهم أو نستنتج حالة مرضية علشان كده أنا أقول ليه بأقول لكم الكلام ده لأن هناك ضرورة للحفاظ على الجلد فيه ناس بتفتكر إن الكلام ده يقول لك الجلد إيه ما المهم القلب والمهم الكب يعمي كل حاجة مهمة الكبد مهمة والقلب مهمة والجاس تنفسي مهمة والعيون مهمة والأعصاب مهمة كل حاجة مهمة ها فبما في ذلك الجلد فالحفاظ على الجلد أصلا مهم عشان هو جزء من الحفاظ على جسمنا على الصحة العامة لنا وكمان علشان بقى لنا لسه أيله ما نفقدش وسيلة من وسائل التشخيص المبدئية تمام لما نبص كده على الجلد زي ما قلتلكم الجلد الطبيعي تمام فيه أحوال بقى مجرد النظر للجلد كده بنستنتج على طول حاجة زي ايه هنروح بعيد ليه احنا لسه متكلمين في الحلقة دي عن الصفرة لون الجلد المائل إلى الصفرار قد يعكس الصفرة إصابة هذا الجسم بالصفرة هنا بقى مش بتكلم على الأطفال بس الموليد بتكلم على كل أطفال وبتكلم على الكبار كمان الصفرار الجلد لا فيه حاجة هنا الجلد مصفر وهنا دي تختلف عن إنه ما الوشة كصفر ليه لا ده موضوع تاني هنا بتكلم عن لون أصفر فعلا وأي حد مر بالتجربة دي سواء إنه هو شاف مريض عنده حاجة في الحويصالة المرارية أو عنده صفرة أو كده هيقول لا اللون ده اللون الأصفر ده بيبقى باين فعلا خلاص يعني الناس كلهم اللي عندهم مثلا مشاكل في المرارة أو كده بيكون عندهم لون أصفر في الجلد بيكون واضح تمام طيب اتكلمنا عن اللون الأصفر وعلاقته بالصفرة والكلام ده كله سواء بقى الصفرة الطبيعية أو الصفرة الباثولوجية خلاص إحنا قلنا بنوسع دلوقتي الدايرة شوية مش بنتكلم بس على الموليد الجدد طب في حاجة تانية فيه ألوان تانية لها دلالات آه اللون الشاحب شحوب الجلد اللون الشاحب ده يعكس حالة احتمال كبير جدا إصابة الجسم ده بالأنيميا والأنيميا دي أنواع كتير قوي خلاص يبقى شحوب الجلد هنا دلالة أو مؤشر أو علامة تقول إن الجلد ده مصاب أو الجسم ده أصدي الجسم بقى ده مصاب بحالة الأنيميا إيه تاني من الدلالات المرضية للون الجلد اللون المائل للأزرق اللي احنا بسميه السيانوزس اللون الجلد لما يبقى مائل إلى الزرقة ودي بتبان حتى في الشفايف وتبان في الوش وكده بتبان قوي بتبقى واضحة بيبقى لون أميل إلى اللون الأزرق فعلا دي بقى بتعكس حالة مهمة جدا حالة من حالات الإصابة بأمراض القلب وأمراض الجهاز تنفسي تخيلوا شوفوا لون الجلد ممكن يقضنا إن احنا نشك في إيه وأنا هنا بتكلم عن إنه مش بتكلم عن الدكتور هو اللي يلاحظ لا ده أنا بتكلم عن الأسرة والعيلة والأصدقاء ومحيط الشغل والمعارف الله في حاجة خلي بالك انت شفايفك مزرقة كده وانت مدخن وكده ما تشوف يا عم دكتور ما تفحص نفسه فيكتشف هذا الرجل أو هذه السيدة إن عنده مشاكل في القلب ومشاكل في جهاز تنفسي كل ده بن من إيه؟ بن من تغيرات في لون الجلد لها دلالات مرضية إيه تاني؟ اللون الترابي الترابي يعني الجلد كده تبصي تلاقي الوش والجلد ها؟ لونها لون الجلد زي ما يكون عليه تراب دي بتعكس الإصابة بمرض البلهرسيا وقال ليها تأثيرات يبقى عمل التأثيرات كمان تأثيرات سلبية كمان في الكبد لون الجلد لما يشبه اللون الرمادي هو فيه جلد رمادي؟ آه طبعا الناس اللي عندهم أمراض يعني متقدمة في الكولة أمراض متقدمة في الكولة تبص تلاقيهم لون الجلد بيبقى أقرب إلى اللون الرمادي إيه تاني؟ ضعف حالة الجلد لو الجلد بقى على حالة من الضعف كده ده بيكون نتيجة نقص الكولاجين إيه تاني؟ حالات النزيف تحت الجلد نزيف تحت الجلد؟ آه طبص تلاقيه الجلد كده جلد الإيدين وجلد الدراعات والكلام ده كله طبص لو فيه حاجات زي ما يكون بطش حمرة كده ودي مش أرصات حشرات أو كده لا بيبقى فيها زي نقط حمرة كده دي بتعكس حالة مهمة جدا وهي يا إما حالات النزيف يعني نقص عوامل التجلط يبقى فيه زيادة سيولة خلاص أو نقص فيتامين إي اللي هو فيتامين ه دي حالة مهمة قوي إيه تاني من الدلالات اللي ممكن تحصل تغيرات في لون الجلد تعكس دلالات مرضية جفاف الجلد الجفاف إن الجلد يبقى مكرمش وقو فيه حالة جفاف ده بيعكس الإصابة بالنزالات المعاوية أو أمرات سوق الامتصاص إيه تاني تشققات الجلد مش فيه جلد كده يشقق الصوابع والإيدين وكده ففيه ناس يقولك أنا مش عارف فيه إيه أو السيدات كمان يلاحظوا الحكاية دي قوي ده بيعكس نقص الزينك ونقص فيتامين به المركب إيه تاني من الدلالات المرضية اللي ممكن تظهر في الجلد تكرار ظهور حويصلات على الجلد اللي هي زي الدمامل الصغيرة كده ها؟ الدمامل الصغيرة كده أو الفسفيس دي يا جمع فسفوسة خلاص تكرارها قد يعكس الإصابة بمرض السكر تمام؟ طيب إيه تاني؟ الطفح الجلدي بقى الأحمر الطفح الجلدي الأحمر ده ده ممكن يكون بقى وراء أسباب كتير قوي الجديري المائي الإجزيمة بنوعيها يعني سواء التهاب الجلد الأتوبي أو التهاب الجلدي بالتماس الحزبة، الحزبة الألمانية، الهيربس وده مرض فيروسي طبعا زي الحزبة وكده وغيرها يعني الطفح الجلدي ده يعكس الإصابة بأمراض كتيرة جدا جدا ربنا يعافي جميع يا ربي بخلوا بالكو أن تغيرات لون الجلد أو علامات تظهر على الجلد قد تكون أو مش قد يعني هي من المؤكد أنها تقود إلى يعني أنها ترتقي أن تكون دلالات مرضية لأمراض في غاية الخطورة بيكون تشخصها المبدئي من خلال ملاحظة هذه التغيرات على الجلد اللي لازم يكون أصلا في حالة سليمة علشان نقدر نستنتج أو نعرف التغيرات اللي أصابته عملت إزاي هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه واتكلمنا في يحكى أنه النهاردة يعني كلمنا عن الصفرة واتكلمنا عن الدلالات المرضية لتغيرات لون الجلد أرجوكم اللي ما تبعش معنا هذه الأجزاء يعني يرجع لوسائل التواصل هيستفيد جدا جدا وهيطم الناس كتير لو هو في محيطه أسر عندهم مولود جديد أو أسر عندهم مولود أو مولودة عندهم الصفرة أو جتلهم الصفرة هيسمع هذا الكلام العلمي الدقيق فيعني هيتطمنوا وهي يعني وبالهم هيروق يعني زي ما بيقولوا هنكمل نهاردة كلامنا برضو أو هنكمل في حلقتنا النهاردة كلامنا عن التطعيمات الأساسية والحقيقة أن أنا يعني إيه أنا بقالي كده هو حلقتين ولا حاجة كده عمال أتكلم عن الموليد الجدد لأني حسيت أنه هم الحقيقة يعني يعني بداية الحياة كده يعني هم بداية المسألة فلازم نبقى مغطينها يعني ومطمنين بال الأباء والأمهات ويبقوا مرتحين لأن ده حدث جميل حدث استثنائي في حياتنا لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا ويرزقنا بمولود أو مولودة فيعني أقل حق لهم أن هم يبقوا مطمنين عليهم فعايز أكلمكم ده الوقتي في الجزء ده يعني من الحلقة عن التطعيمات الأساسية والتطعيمات الأساسية دي تطعيمات يعني المسمى التاني لها المسمى البديل اسمها التطعيمات الإجبارية يعني إيه الإجبارية؟ يعني حضراتكم كأباء وأمهات أيوة مجبرين مجبرين بالإجبار أنكم تعطوا أبنائكم وأبناتكم المولودين هذه التطعيمات في مواعدها ليه؟ لأن هذه التطعيمات ضد أمراض خطيرة جدا جدا التطعيمات بتحميهم التطعيمات دي بالمجان وهكذا طيب هنبدأ بإيه بقى؟ هنبدأ بأول تطعيم بيتاخد وهو خلال أول 24 ساعة من الولادة وكنا تكلمنا عنه في حدثنا عن المقييس الجسمانية للمولود وقت الولادة على طول ودي بنسميها جرعة الولادة وقلنا إنها بتكون ضد مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي به أو به ده أول تطعيم بيتم في مكان الولادة اللي هو إيه؟ اتفقنا المستشفى مش العيادة ومش المستوصف الصغير الغير مجهز طبيا بغرف ولادة أو غرف عمليات دي مش أماكن ولادة الولادة في الأماكن الطبية المجهزة اللي هي المستشفيات تمام؟ طيب خلال الأسبوع الأول من الولادة بياخد المولود تطعيمات ضد إيه؟ خلال الأسبوع الأول أول أسبوع آه بنخرج بيه دكتور وبنديله التطعيم طبعا بنخرج بيه أصلي فيه موروسات كده شعبية يقولك إيه؟ الولد ما يخرجش قبل 40 يوم ما فيش حاجة أسماء كده؟ طب ما إحنا لا قدر الله لو الطفل أصيب بالصفرة ما إحنا بنعمله التحليل وأحيانا بنحتاج نروح المستشفى مش لازم يعني مش لازم المعمل يجي لنا البيت والكلام ده كله خلاص دي نقطة مهمة يعني إنه الخروج ده ما لفوش قانون إحنا بنخرج بالطفل ما إحنا بنخرج بيه من المستشفى وبنروح ليه ما هنعطل يعني التطعيم؟ التطعيم ده خلال أول أسبوع من الولادة بيكون ضد شلل الأطفال وبيكون نقط بالفم عشان كده بنسميه التطعيم ضد مرض الأطفال التطعيم الفموي عشان بيتاخد بالفم ده خلال أول أسبوع طيب خلال أول خمستاشر يوم يا 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 كل دي تطعيمات أعطب خلال أول خمستاشر يوم من الولادة بياخد الطفل المولود سواء ولد أو بنت التطعيم ضد مرض الدرن أو السل الرئوي تمام؟ بناخد بقى جزم التطعيمات شوية لغاية لما المولود أو المولودة يتموا عمر الشهرين إن شاء الله بسلامة الله عند عمر الشهرين بياخدوا إيه بقى؟ بياخدوا التطعيم ضد مرض شلل الأطفال وبيكون تطعيم نقط بالفم وبياخدوا تطعيم ثلاثي بنسميه التطعيم ضد الثلاثي البكتيري إيه هي بقى؟ إيه هو الثلاثي البكتيري؟ التطعيم ضد مرض الديفتيريا والتيتانوس والتيتانوس ومرض السعال الديكي ها فيه لسه تطعيمات في نهاية الشهر الثاني؟ أيوة فيه التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي به وضد الأنفلونزة البكتيرية كل دي تطعيمات عند نهاية الشهر الثاني عند تمام الأربع شهور أو لما الطفل يتم أربع شهور بالزبط بيرجع المولود ياخد تطعيمات تانية إجبارية كل التطعيمات اللي أقولها دي الإجبارية التطعيمات الأساسية هي تطعيم ضد شلل الأطفال برضو نقط بالفم ياخد التطعيم اللي هو الثلاثي البكتيري خلاص قلنا ديفتيريا وتيتانوس وسوالديكي التطعيم الثلاثي ده بيغطي التلاتة دول وبياخد تطعيم ضد الالتهاب الكابدي الفيروسي به وبياخد تطعيم ضد الأنفلونزا البكتيري ها في فرق كده ما هو كده زي الشهر اللي فاق زي عند شهرين بيزود بقى بنزود تطعيم عند نهاية الشهر الرابع إن الطفل بياخد تطعيم تاني ضد شلل الأطفال ولكن بالحقنة حقنة يبقى خد بالفم وخد بالحقن عند تمام عمر ست شهور الطفل بياخد التطعيم ضد شلل الأطفال بالفم وبياخد التطعيم ضد الثلاثي البكتيري وبياخد التطعيم ضد الالتهاب الكابدي الفيروسي به وبياخد التطعيم ضد الأنفلونزا البكتيري عند تمام الشهر التاسع ياخد الطفل التطعيم ضد شلل الأطفال بالفم فقط يعني شلل الأطفال بالنقط بنسميه التطعيم الفموي ده الشهر التاسع تمام؟ تمام عند تمام 12 شهر يعني نهاية السنة الأولى ياخد المولود الولد أو البنت عند نهاية السنة الأولى بقى هو كبر بقى ما شاء الله ياخد تطعيم ضد شلل الأطفال برضو بالفم نقط وياخد حاجة اسمها التطعيم ضد الثلاثي الفيروسي مش البكتيري بقى ايه هم بقى الثلاثي الفيروسي الحزبة والحزبة الألمانية والنكاف اللي هو مرض التهاب الغدى النكافي بنسميه النكاف مامز مامز ميزلز روبيلا دول بالطب يعني ده عند السنة عند عمر سنة ونص لما الطفل يتم 18 شهر بالزبط ياخد تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالفم برضو وياخد جرعات منشطة بقى ضد الثلاثي البكتيري ها الديفتيريا والتيتانوس والسوال الديكي وياخد تطعيم ضد الثلاثي الفيروسي اللي هم الحزبة والحزبة الألمانية والنكاف وزي ما قلتلكم دول كلهم جرعات منشطة التطعيمات الإجبارية وأنا الحقيقة مصر على استخدام هذا الاسم هو اسمها التطعيمات الأساسية ولكن هي اسمها برضو الطبي التطعيمات الإجبارية يعني هناك صفة الإجبار إن الموليد لازم ياخدوا التطعيمات دي التطعيمات الإجبارية أو الأساسية بتحمي الجسم من أمراض خطيرة زي شلل الأطفال واللي ممكن لقدر الله الإصابة به تسبب عجز قد يستمر مدى الحياة وزي مرض الدرن أو السل الرئوي وده مرض برضو خطير جدا يستمر علاجه سنين في حالة الإصابة به وزي مرض الالتهاب الكابدي الفيروسي به وزي السلاسي البكتيري اللي قلنا عليه وزي السلاسي الفيروسي تمام؟ طيب حد هيسأل يقول طيب تأجيل التطعيم إمتى؟ يعني إمتى إيه الدواعي إن إحنا نأجل التطعيم؟ ويا ما ناس بيمروا بهذا الموقف عشان كده إيه؟ ده مش موقف نادر أسر كتير قوي بيعدي عليهم الموقف ده فخلينا نسبت قواعد أي طفل بيتلقى علاج في المستشفى أي طفل بيتلقى علاج في المستشفى يعني هو الطفل محجوز كده في المستشفى التطعيم بيتأجل إمتى تاني التطعيم بيتأجل؟ لو الطفل لقدر الله مصاب بنزلات معاوية يعني عنده إسهال شديد أو عنده أنفلونزة شديدة أو تريد أو ارتفاع في درجة الحرارة دي بنأجل التطعيم لغاية ما الأطفال تخف طيب في أحوال تانية بنأجل فيها التطعيم؟ آه بس دي بقى أحوال تانية أحوال خاصة زي إيه؟ زي الأطفال اللي بياخدوا علاج مهبت للمناعة وزي الأطفال ربنا يا رب يشفيهم ويعفيهم يا رب المصابين بأورام سرطانية أو المصابين بسرطان الدم أو اللي بياخدوا علاج كيميائي أو علاج كيماوي زي ما احنا بنقول أو عندهم أمراض نقص المناعة دول بيتم تأجيل تطعيماتهم لحين مراجعة الأطباء المعالجين ليهم والأطباء بقى بيحددوا أنواع التطعيمات المسموحة بحسب حالة الطفل تمام كده؟ يبقى قلنا تأجيل التطعيمات له حالتين أحوال يعني خطيرة شوية أو خاصة شوية ربنا يا رب يعفيهم ويشفيهم ويتم شفاقهم يا رب على كل خير وفيه أحوال عرضة زي أن الطفل يبقى محجوس في المستشفى لأي سبب أو أن الطفل يكون عنده زي ما قلنا ترجيع إسهال ارتفاع في درجة الحرارة نزلت برد جمدة وهكس خلاص؟ فإحنا هنا بنأجل بس تطعيم لغاية ما الطفل يخف إنما في الحالات التانية اللي هي الحالات الخاصة لا بنعود بقى إلى الفريق المعالج للطفل لأن الحالة هنا بتكون معقدة شوية فبنعرف بقى أن فيه تطعيمات هنا ممكن ما تتاخدش وفيه تطعيمات تانية ممكن تتاخد تمام؟ ارتفاع الحرارة خلي بالكوا أوم الجملة دي ارتفاع الحرارة مش شرط بعد التطعيمات وأنا عايز أحكي لكم قصة سريعة جدا قصة حصلت معي أنا شخصية حد مرة استوقفني في الشارع قصة حقيقية مش حد حكاهلي يعني أنا واثق هو من اللي أنا بقوله حد وقفني في الشارع وقال لي كان بيسألني على حاجة خاصة بابنه كان مولود كان معاه زوجته ووقفني كده في الشارع والناس أحيانا بتوقفني كانت تسألني تمام؟ فبيقول لي على فكرة يا دكتور أنا ابني واخد تطعيمات بس أنا هروح الأسبوع الجاي بقى أعدهاله كلها تقول له ثانية واحدة عندك يا عم أنت أعدهاله إزاي؟ يعني هو غير مسموح أصلا أنك تعدهاله يعني أنت بتديها فيه؟ قال لي لا أنا بديها في مكان خاص يعني في عيادة بتاعت الدكتور طوله مش في مكتب الصحة يعني قال لي طوله آه طبعا ما مكتب الصحة مش مسموح أن احنا نروح نعيد التطعيم يعني هما لو فيه إعادة التطعيم هما اللي بيبقى عندهم السبب يعني هما اللي يقول لك آه تعالى أو بيبقى فيه سبب وهم بالسبب ده بيقتنعوا به وبيبناء عليه ممكن يعيدوا التطعيم زي أن الطفل مثلا يرجع على طول بعد التطعيم أو ما إلى ذلك يعني خلط فبقوله طبعا أنت عايزت يعني تعيد التطعيمات ليه خير يعني أنت شفت مثلا الفايلز أو العبوات بتاعت التطعيمات دي فلاقيت مثلا تاريخ صلاحية منتهي أو حاجة زي كي قال لي لا 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 خلط طوله أمال إيه اللي حصل عايزت تعيد التطعيمات ليه أصلا مش بكترها يعني قال لي أصل الطفل ما سخنش وطوله طب ما ده كويس يعني ما سخنش ده عادي قال لي لا إحنا عارفين إحنا متربين على كده وكل الناس عارفة التطعيمات لازم بعديها سخونية وطوله لا التطعيمات مش لازم بعديها سخونية ممكن يبقى بعديها ارتفاعها في درجة الحرارة وارتفاعها طفيف يعني وفي أطفال يا ما أطفال حرارتهم مع اليتش مش معنى كده أن التطعيم بايز ولا أن الأطفال دول أطفال سوبر يعني فدي فرصة حلوة أن أقول لحضراتكم أن التطعيمات ليس شرط أنه يحصل بعديها انخفاض ارتفاع في درجة الحرارة وإذا حصل لقدر الله ارتفاع في درجة الحرارة فالأطباء في مكتب الصحة والممرضات برضو بيبقوا عارفين وبيوصفوا لكم على مخفضات حرارة ومخفضات حرارة معروفة في العمر الصغير ده كل بتتاخد ووقت بس أول ما الحرارة بتنزل خلاص طيب في حال السفر لدول أخرى يعني تلاقوا مثلا ناس الزوج مثلا بيشتغل في دولة معينة أو في مكان معين فتلاقي الأم هنا محتارة تقول لك أنا هنا يا دكتور في التطعيم التطعيمات بيعملوا حاجات غير اللي عندنا هنا التطعيم عندنا اسمه الخماسي هنا التطعيم عندكم اسمه السلاسي أو في مصر طب نعمل إيه بقول لهم لابد من الالتزام بجدول التطعيمات في البلد اللي انتوا عايشين فيه اللي الطفل عايش فيه أيها الصحنا طب نازلين أجازة أطعاموا في الشهر ده وارجع لا يتطعم في البلد اللي هو هيقيم فيه أو اللي هو مقيم فيه ليه لأن التطعيمات دي بتحدد كل دولة بتحددها بناء على مدى انتشار الأمراض في البلد دي فهما بيبعارفين إيه القابلية لأمراض معينة في حال تأجيل التطعيم يعني لو التطعيم مثلا كان لأي سبب الطفل زي ما قلنا عيان عنده إسهال عنده ترجيع عنده حرارة فالتطعيم مثلا تأجل أربع تيام تأجل خمس تيام تأجل أسبوع ممكن نأجل التطعيم اللي بعده بنفس الفترة فهمت قصدي يعني التطعيم مثلا عند نهاية الشهر التاني جي عند نهاية الشهر التاني كان الطفل عيان لقدر الله فأجلنا التطعيم فاخده بعد الشهر التاني أما خلص بأسبوع يبقى التطعيم اللي بعده بعد الشهر عند نهاية الشهر الرابع نزود برضو أسبوع وهكذا خلاص بعد الولادة وفي حدود عشر تيام إلى أسبوعين بيتم عمل الفحص السمعي للأطفال حديثي ألولادة وده زي ما قلت قبل كده وهكرر وكل الناس بيشكروا هذه المبادرة بحسب مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع وده بالإضافة لفحص الغضة الدرقية اللي هي عينة الكعب واللي بتتم خلال الأسبوع الأول من الولادة التطعيمات بالمجان والتطعيمات في مكاتب الصحة ومكاتب الصحة على فكرة متطورة ومنظمة بحسب الأيام فيه ناس ممكن تقول بحسب الأيام والأعمار فيه ناس ممكن تقول مكاتب الصحة دي زحم لا مكاتب الصحة باي يقولك تطعيم الشهرين أيام كذا وكذا وكذا تطعيم الأربعة شهر أيام كذا وكذا تطعيم الستة شهر أيام كذا وكذا فهتلاقوا دايما مفيش زحمة في مكاتب الصحة عكس زمان فدلوقتي الأطفال انتوا بتروحوا كده مكتب الصحة وانتوا بتاخدوا شهد الميلاد هتلاقوا انه يعرفوا الموعيد من مكتب الصحة وعلى فكرة كل التطعيمات اللي أنا قلت عليها دلوقتي الى التطايمات الأساسية الإجبارية هتلاقوا فيه ظهر شهادة الميلاد ظهر شهادة ميلاد المولود أو المولود كلمة أخيرة بقى عن الاعادات الخاصة والتطايمات وبتعلي ان في دا كاترة يعني أنا بنصحكم لوجه الله سبحانه وتعالى يعني انه لما تدوا التطايمات ادواها في مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة بتقولي اصلاحنا بنروح للدكتور بتاعنا والكلام دا كله في دا كاترة بيقولوا عن التطايمات أنا شفت دكتورة دكتورة كبيرة بتقول أن التطعيمات بتجيلي مخصوص من فرنسا أنا عايز أقول أن هذا كلام غير صحيح التطعيمات الدولة بتستوردها آه أنت بتشتريها عادي وبترجعي بقى تبيعيها للمرضى بتوعي حضرتك أو حضرتك أنا مش ضد ده خالص ولكن أنا ضد أنه ممكن التطعيمات دي تكون مخزنة بطريقة خاطئة ممكن تكون عدة عليها فترة ما اتخذش بالنا من تاريخ الصلاحية أنا مش ضد ولكن في حال أن التطعيمات اتخذت في أماكن غير مكاتب الصحة لابد أن ترجعوا جيدا بشكل جدي جدا تواريخ الصلاحية أنا بقول لكم هو ولواجه الله سبحانه وتعالى أنا بقول لكم عن نفسي بنصحكم ادوا التطعيمات لأولادكم في مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وزي ما قلت لكم مكاتب الصحة دلوقتي بقت متطورة جدا ومنظمة ونظيفة والسحب عليها كتير قوي فما فيش حاجة بتقعد بالبلد يعني التطعيمات بتخلص بيجيبوا غيرها التطعيمات بتخلص بيجيبوا غيرها غير بقى الدكتور اللي في العيادة اللي جاب شوية يا تارى بقى أنا عندي زباين يكفوا التطعيمات دي ولا لا فتلاقوا التطعيمات مركونا هناك طبعا فيه دا كترة هيزعلوا مني جدا من اللي أنا بقوله دا بس أنا بقول والله بما يرضي الله طعموا لدكو في مكاتب الصحة أو في المستشفيات يعني التابعة لوزارة الصحة تمام؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية والعافية لأطفالنا وإحنا طبعا كمان وإن شاء الله إن شاء الله نكمل كلامنا معاكم في الحلقات الجاية إذا ربنا أراد ألتقي بيكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يوحكا سلام عليكم موسيقى